مدينة بشوارع خالية لا يتجول فيها أحد فالعزل مفروض ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الذي قتل المئات وأصاب الألاف وأجبر منظمة الصحة العالمية على إعلان حال الطوارئ الصحية كما كان سببا في تحرك دول لحماية رعاياها آخر تلك الدول عربيا الجزائر التي نقلت 36 مواطنا إضافة إلى 17 تونسيا و12 ليبيا وموريتاني المغرب بدوره أعاد 167 شخصا من ووهان فيما أجلت مصر العشرات معظمهم طلبا قبلهما السعودية أجلت جميع مواطنيها من ووهان آخرهم عشرة طلاب وصلوا الأحد وقالت وزارة الصحة إن الفحوص المبدئية تؤكد سلامتهم كما نفذ الأردن عملية إجلاء الأسبوع الماضي أمام هذا التحرك العربي ناشد يمنيون السلطات في بلادهم التحرك وإنقاذهم 170 طالب يمنيين لا أحد يلتفت لنا كل الجالية تم إجلاءها مع عدلة طالب اليمنين نتمنى منكم التفاعل نتمنى من ناشد الحكومة بإجلاءنا من هذا المنطقة ليس اليمنيون وحدهم معزولين في ووهان السودانيون أيضا وفي المدينة الخالية شوارعها ضجت سرخة عراقية تطالب بالتحرك والمساعدة وعدتنا الحكومة العراقية عن طريق السفارة العراقية بالإجلاء السريع لمواطنيها على حال بقية الجاليات الأجنبية لكن سفاجأنا يوم أمس بتنصل الحكومة عن طريق تقبير السفارة لنا بإجلائنا وهذا مجحب بحقوقنا كبشر هذه المناشدة دفعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلى التصريح بإجلاء مواطنيها غدا لكن إجراءات العزل الوقائي في العراق ليست مستعدة لاستقبال الطلاب وإجراء الفحوص اللازمة العايدون من الصين سيخضعون للعزل الوقائي مدة تتراوح بين 14 و 20 يوما تتم مراقباتهم صحية لحين التأكد من خلوهم من الفيروس ترجمة نانسي قنقر